السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد بن محفوظ من GameDos في هذا الفيديو سنتكلم عن مراجعة لعبة Assassin's Creed Pirates اللعبة هذه هي عبارة عن لعبة Assassin's Creed فرعية من السلسة الرئيسية وخلنا نقول تحديداً من الجزء الرابع اللي هو Black Flag لكن هذا جزء عبارة عن لعبة حرب السفن فقط طبعاً بس عشان أذكركم مرة ثانية حرب السفن ظهرت على المرة في جزء الثالث الناس مرة حبوها فخلز الرابع مركز جداً على السفن وما سفن فيبدو ان هذا الشيء برضو ما كفاهم فقرروا بشترونها لعبة جوال موجودة على الاندرويد والايو اس تقدرون تحملونها ربطها موجودة في الأسفل اللعبة مش مجانية طبعاً فتشاكها الصيدة قبل لا تأخذها عموماً نرجع التكلم على اللعبة نفسها مظهر اللعبة مظهر اللعبة جميل صراحة على لعبة على هاتف محمول أو خلنا نقول جهاز لوحي الجهاز محمول بشكل عام شكله حلو للأمانة لكن كتجربة الساسنس كريد أول شيء لما تشغلها أول شيء راح تلاحظة هو أن الموسيقى حق اللعبة خذوا نفس حقات الساسنس كريد فور وحطوه حتى ما تعبوا نفسهم هذا أول شيء ثاني شيء اللعبة فيها استكشاف طيب راح تشوف مساحات كبيرة لأسف ما راح تشوف الشيء مرة بعيدة طبعاً ما نلومهم في نهاية هي لعبة جهاز محمول يعني ما يقدر اسملك مثلاً شيء بعيد كده مثلاً حدود محدودة التحكم بسيط في اللعبة عندك اللي هي هذه عجرة القيادة العجرة يسمونها هي ولا اش يسمونها بالضبط صراحة اللي هي هذه الدفة ولا الدفة المهم عموماً اللي هو الشيء هذا تقعد حركة يمينة سار التحكم فيه بسيط ما يبغى لهذاك الشيء ولو نحياناً يتعبك صراحة لما تقعد تلفة وتحسنة يعلق الف فلازم ترجع بصباعك مرة ثانية ثبتها مرة ثانية يكون ظاهر على اطراف حولك اللي هو مثلاً انك تدز بالسفينة تنزل شراعة تنزل شراعين وغيرها او انك حتى مثلاً تنزل المرساة بحيث انك توقف السفينة مكانها كلش واضح حينها تصوير كاميرا حلو ان تقدر مثلاً انك تضغط كانك تكبر وتصغر بحيث انك ترجع تصوير الوراء وانك تدخل من داخل السفينة وتطلع مشابهة جداً اللي موجودة في لعبة Assassin's Creed 4 اوكي شيء ما عليك تقدر حتى ان داخل السفينة تاخد نظر على ماكي موجودة حوالك بحيث ان هذا الشيء يسهل عليك انك تحدد سفينة موجودة في اي مكان او انك حتى تسحب بعض الاشياء لتكون طائحة في البحر بس الفكرة الرئيسية اللي هي حرب السفن هي النقطة الرئيسية اللي موجودة هنا في اللعبة اكيد بحكم ان الشيء مقتبس من اللعبة الرصلية اللعبة الرصلية صراحة يعني Assassin's Creed 3 ومن بعد Assassin's Creed 4 طورت هذا الشيء والامانة حرب سفن من اجمل اشياء الموجودة في Assassin's Creed 3 و 4 4 افضل طبعاً هنا حرب سفن صراحة شيء واحد اول شيء الدحية ماشي بالسفينة صح يكون في جنبك سفينة ثاني مثلا جاسة تمشي فانت تحدد اول شيء الاتجاه فعشان بحيث انك مثلا ترمي القذائف حقك على سفينة ثاني اوكي انت تحدد الارتفاع والجاك اذا بصبعك تطلق تطلق بعد ما تطلق يصير لازمك تنتظر فترة شوية في وقت يمر اذا خلص الوقت هذا ستقدر تطلق لمرة ثانية خلال هذا الوقت سفينة ثاني غالباً هنا رح ترمي النار عليك فهين يصير الشيء رهيب فحقاً نقول ان هذه سفينة واقفة طيب انتم مثلاً السفينة اللي رح ترمي القنابل علي فمن قبل ما ترمونا يصير عندي خيار انيا ما قدم يا منيا ارجع ورا فحرفياً السفينة هي تمشي بشكل غير واقعي ابداً تحسين دزد كذا هم واقفين شفتك اطلق النار عليك يضروح كذا عشان ما يجيني شيء اوكي في طلقة ثاني حطها بالريويس وارجع كذا وخلصنا فصراح شيء شيء جداً مضحك يعني اول مرة صارت جاست طالع ما استوعبت فليصار يعني علمياً ما يصير الناس سفينة كذا دز فجأة قبل ان ترجع والله حتى يعني سفينة حتى باشرعة لو نقول مثلاً فيها محركات ولا شيء يعني يعني مشيها باشرعة سلامات يا ابوي يعني موذي طريقة لكن عموماً ويصير الحين مثل سفينتين يعني يطلقون النار عليك فيصير وضع مرة وحوسة وخبصة لكن للأمانة مو ذاك الشيء توقعت يعني توقع التالبة راح تكون افضل من كذا من هذه الناحية وطبعاً عندك العالم كبير تقدر تستكشف فماكن كثيرة وخلنا نتكلم برضه عن شيء ثاني مهم بالنسبة للعبة يفترض لنا يعني من السلسلة Assassin's Creed اللي هي القصة قصة اللعبة للأمانة مش تذابة أبداً طريقة عرض القصة اللي هي إنه مثلاً لعب ال RPG شخصية على من شخصية على اليسار ومرسومة بطريقة رسم كرتوني أو حتى قطاع كأنها إنمي ويطلعلك الحوار تحت قصة ما تجذب، أبداً، شي جداً فرعي، شخصيات حتّى شبه فرعية تقريباً كلهم دل الأمانة، ما حسنا تسمى المبلغ اللي ممكن تدفعه فيها لو في طريق انك تقدر تجربها عند أحد أول، أو تشوف لها فيديوهات أول يعني هي ممكن تعجبك، أنا ما أقولك لا تخدها، ممكن تعجبك أنت لك أنا أتو كي حبت السيس كريد فور جداً، لكن جربت هذه شوي ولما أحسني ما ما قدر أكمل أكثر من كذا قرأت برضو انطبعات الناس يعني كثيرين محبطين منها واغلب تقييمات يعني ما اخذ النص من التقييم الكامل يعني اذا مثلا موقع ممكن يعطي من عشرة انا اعطيها خمسة وشيء زي كده وانا فعليا نفس الشيء اذا من عشرة انا بعطيها خمسة كتجربة فقط لا قصة ولا شيء ثاني صراحة لا تنسوا الشيء يكون على باقي فيديوهاتنا و باقي 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 فيديوهاتنا ولا تنسوا لايك و سبسكرايب و شير و كيشي و سبحانك الله و بحمدك اشتر الى الى هل انت استغفركوا تبليك سلام عليكم